موسيقى موسيقى حذرت جامعية مصارف لبنان من ضرورة سندات دولية بقيمة مليار ومئتي مليون دولار تستحق في مارس في موعدها من أجل حماية المدعين والحفاظ على مكانة لبنان في الأسواق المالية العالمية داعية إلى مساعدة دولية من أجل إعادة هيكلة الديون لمزيد من النقاش نضم إلينا عبر سكايف من بيروت سيد باسر الخطيب المحلل الاقتصادي مرحبا بك سيد الخطيب في هذا النقاش على أكسترا نيوز يعني حين يطلب لبنان مساعدة تصندوق النقد الدولي لهيكلة الدين العام كيف يتم تلقي هذا الخبر في الأوساط الاقتصادية خاصة أنه كان هناك لقاء جمع رئيس الوزراء بعدد من المستشارين الاقتصاديين وتم الحديث عن المستحقات التي يجب أن يدفعها لبنان يعني صراحة اليوم ما في شكل الكل بيعرف أنه لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية تحولت لأزمة اجتماعية ونقضية الوضع اللي عم يعيشه لبنان واللبنانية اليوم كتير سيء الشيء اللي اليوم لازم يصير وهو مطلوب أنه يصير أنه أكيد لازم يطلب الدعم من صندوق النقد الدولي الشيء اللي اليوم نطلب من صندوق النقد الدولي أو الأمر اللي نطلب هو دعم تقني من الصندوق لحتى يطلق خطة ويعطي مشروع للبنان كيف يقدر يعيش كيف يقدر يعالج مشكلة الدين العام ويخرج منها الأزمة المالية وهي مشروع وي للأجل يعني لمعالجة أزمة الدين العام بس بالنسبة لإستحققات اليوروبوند يلي تحدثت عنها بالتقرير اليوروبوند تستحق بتسعة أذار مارس المقبل يعني أقل من شهر وفي مشكلة كثير كبيرة إذنين خلي عن سداد هذه أسمعك بصعوبة سيد الخطيب الصوت يتقطع يعني نحاول مجدداً مع حضرتك يعني أعتقد كنت تحدث عن معاد السداد هو في التاسع من مارس البعض يرى أنه هذه الفترة قصيرة للغاية فهل سيتمكن لبنان من يعني تدبير ذاته والتعامل أو إدارة المنفس بشكل جيد في هذه المدة البسيطة أنا أعتقد أن لبنان الذي لم يتخلف يوماً بسداد استحقاقاته لن يتخلف الآن صحيح الفترة من طويلة أبداً في عنده شهر ما بيقدر يعمل أي أرار إلا أنه يسدد يعني يقوم مصر في لبنان كالعادة بتسديد هذه الاستحقاقات فاليوم ما في عندك مجال غير هيك نحن مضطرين نلتزم لأن صورة لبنان تتزعزع إذا تم التخلف عن سداد هذا الاستحقاق طيب المساعدة التقنية التي طلبها لبنان من صندوق النقد الدولي هي للمساعدة في هيكلة الدين العام هل سيتمكن الطرفان من التعاون في هذه المدة الوجيزة أيضاً حتى يتمكن لبنان من إعادة هيكلة الدين العام بعيداً طبعاً عن دفع مستحقاته للدائمين الدوليين يعني ما في شكل أن المساعدة التقنية التي طلبها لبنان من صندوق النقد الدولي بده وقت ياخد يوم ويومين وجمعة أو أسبوع وأكثر لأنه بدي يكون في خطة بدي يكون في مشروع للمعالجة الأزمة اللبنانية الاقتصادية وبالتالي مشروع طويل للأجل بدي يكون كما ذكرت لمعالجة أزمة الدين بدي يكون فيه كمان تعيين خبير مالي بدي يكون فيه أو خبراء ماليين وبدي يكون فيه كمان فيه تعيين مدقيقين وخبراء قانونيين لحتى يقدروا يعالجوا هذه الأزمة وبالتالي لا مفار من مساعدة صندوق النقد الدولي علما أن مساعدة صندوق النقد الدولي ستكون موجعة لأن صندوق النقد سيطلب كالدولة المائحة وكالمجتمع الدولي سيطلب أصلاحات جديدة على لبنان هل هذا سيتعارض مع ما ذكر حسين دياب بالأمس في بيانه الوزارية حين قال أن خطة الإنقاذ لن تمس الفئات محدودة للدخل خطة الإنقاذ لطرحتها الحكومة تختلف عن خطة الإنقاذ أو المساعدة التقنية أو المساعدة الدعم الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي خطة الإنقاذ هذه للحكومة فهي رؤية للحكومة عم بيقولوا ما رح يدقوا بيتوي الدخل المحدود ولكن صندوق النقد الدولي لما بده يقدم الدعم بده يطلب تخفيض برواتي موظفي القطاع العام بده يطلب تخفيض بعدد الموظفين بده يطلب رفع بعض الضرائب والرسوم فهون هي المساعدة الدولية ستكون سيف ذو حدين ستساعد ولكنها ستوجه نعم طيب البعض يرى أنه نعم تفضل سيد الخطيب نريد أن نرى مدى مساعدات ومدى تنفيذ الحكومة لرؤيتها والإطلاحات هناك بعض الخطط الموجودة برؤية الدولة أو رؤية الحكومة الرؤية الجديدة وخطة الأنقاذ وبالتالي موازنة عشرين عشرين فيها خطط لا تزال غير مجدية تخطط الكهرباء تالإطلاح في خطط الكهرباء كأنه لم يكن فخطة الكهرباء القديمة المتبعة في السابق تم اتباعها في هذه الخطة الجديدة الرؤية الجديدة للحكومة وبالتالي موازنة وهي أرهقت لبنان أسقلت كاهله بأدبيون لجهة الكهرباء ولم تجدي نفعا هناك استئجار بالبواخر ليس فيها تأهيل لمعامل لبنان لإنتاج الكهرباء لذلك الأصلاح التي فيها على سبيل المثال الكهرباء ليس فيها البعض يطرح فكرة أخرى يقولون ما المانع أن يتم تجميد الدفع أتحدث عن مستحقات لبنان أن يتم تجميد الدفع حتى اللحظة لأن هناك أولوية أخرى تتعلق بتوفير القمح المحروقات السلع الغذائية والدوائية يعني من باب الأولويات يعني يتحدثون كيف ترى هذا الطرح سيد خطيب لا أوافق على هذا الطرح إطلاقا هذه الشعارات يصلقها البعض في لبنان بعدين مصرف لبنان يعني ساعد بهذا الشيء أمن اعتمادات بالدولار الأمريكي لأن هذه المواد تستورد من الخارج فساعد بذلك ولكن اليوم التخلص أو تجميد السداد عن الدفع كارثي بالنسبة للبنان لأنه لم يتخلف يعني يخرج من النجام المالي العالمي الريتنج تبعه كمانا التصنيف كذلك الأمر المصارف المراسلة ما بتعود تقدر تتعامل معه بعدين أنت بدك عنه صعبة يعني فيه كارثي كتير كبيرة إذا تخلف عن السداد بيصير فيه عندك كأنه يخرج من النظام المالي العالمي وبتعرف اليوم إذا فيه بلد خرج من النظام المصرفي المالي العالمي يعني خلص صارت يعني بلوك فهي بيصير كبيرة ولا يمكن أنه يقدر يجمد الدفع في تصريحات لرئيس اللبناني ميشيل عون قال إن مرحلة جديدة تبدأ بمنح الثقة لحكومة حسان دياب وإنه أي شخص امتدت يده إلى خزانة الدولة سوف يحاسب ولابد أن يحاسب بالقانون هنا مكافحة الفساد وهي كانت يعني عنوان رئيسي من عنوين الحراك المطالبين بإعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المفسدين وهو أيضا يصب في إصلاح الخلل الاقتصادي إذا ما تم استعادة هذه الأموال يعني كيف ترى هذا الأمر سيد الخطيب هل من الممكن فعلا تنفيذه في وقت قصير لينهض لبنان من عثرته يعني هذا مضحك صراحة لأنه رئيس الجمهورية وتياره صارل من 2005 لليوم شعار الأطلح والتغيير ولكن البلد يزداد فسادا لا وجود لمكافحة الفساد الرشاوة تزداد الفساد يزداد الصفقات والمحاسسة تزداد فهذا كله شعارات لا يمكن تصديق هذا الشعار وبالنسبة لمكافحة الفساد بالفترة الماضية شفنا وزارة أنشئت في لبنان لأول مرة في تاريخه اسم وزارة مكافحة الفساد لا مقر لها لا خطة لها لم نرى مسؤولا واحدا استهمة بتهمة الفساد في لبنان أو أنه هرب أمواله إلى الخارج أو أنه ثبتت عليه صفقة من الصفقات العمومية أو المال المنهوم فهذا كله شعارات لا يمكن تصديقه للاك على عرض الواقع نعم بشكرك شكرا جزيلا سيد باسل الخطيبة المحلل الاقتصادي كنت معنا عبر سكايب من بيروت